اهلا يا عصام ازايك يا حبيبي وازاي ضفك الكريم كابتن علي غير اه طبعا كابتن علي حبيبي اهلا ازايك بشمال تتبعنا ولا داخل فجأة والله داخل فجأة اقول لي ايه الموضوع الموضوع الشماريخ وانت استقلت وهو استقال انت من المسابقات وهو من المرأبات وهو بيقول انه يعني شايف ان انت استقلت لانك لم ترضى بلوائح اه تتغير فجأة وهو على نفس الضرب يعني هو بقى ممكن تتولى عني الحوار مع عدل لو باش مهندس من الناس الجميلة اللي عندها قيم ومبادئ ويمكن ما تحورت معاه وتحدست معاه كان واضح جدا وفي منتجة الشفافية وانا وضحت له ان ما كتب حرف لان انا قلت من اجل مصلحة الاسماعيلي وليس محبات الهند الاهلي فهو المهندس عدلي قال لي هتسمع مفاجأة النهاردة بالليل وفعلا استقلته لاطراضه على تغيير لوائح او هو او هو ادرى بقى اللي جوه ايه باش مهندس اي يا حبيب اه دلوقتي في خبر النهاردة انه لجنة السابقات منتظرة قرارك النهائي خلال اسبوع يا استاذ عصام تفضل لما استقل من لجنة المسابقات لوجود خلاب بيني وبين احد ومن ثم لما يتمسكوا بيا اوم اشعر بان تم ترضيتي واتراجع انا استقلت من اجلي مبدأ انا مؤمن به في حياتي طول عمره تعلمته داخل نادي الاهلي وطبقته وانا مدير نادي وطبقته وانا عيده مجلس ادارة والان اطبقه انا اه اه عضوا بلجنة المسابقات عندما تبدأ المسابقة على شروط يجب ان تنتهي على ذات الشروط لاني اتصور ان الشروط اللي تبتدي بيها المسابقة هذا عقد موقع بين الاندية وبين اللجنة التي تدير الاتحاد انا اشترك على شروط معينة احداث اي تعديل اثناء الموسم يثير الرايبة وهو امر انا حتى لو كان القانون بالدهوني فانا لا استخدمه عندما يقال ان تم تعديل اللواح بسبب تعليمات امنية انا اسف انا ااخد قراري والامن يلغي هناك فوقية قرارات سيادية مجلس ادارة اما يجي بعد ماتش بورسعيد نظرا لان الحكم اوقف المباراة اكثر من مرة قال لا يحاب تقول مباراة بدون جمهور ايه المشكلة ان انا اطبق هذا القرار واتطبق قبل كده في بورسعيد وفي الاسمعال ليه ده اسمعال ليه خد اربع ماتشات قبل كده والان يتحدى الموسم قبل الماضي مع الولمبي بمباراة بدون جمهور لما يقال بقى اسلحنا استطلعنا رأيي الامن اقول له لا انا ااخد قراري تبقى للوائح وبعدين مجلس الادارة اذا حصل تدخل امني مجلس الادارة يلغي بس هنا يبقى اللجنة قد اعملت صلاحياتها بشكل من وجهة نظري سليم اذا لان تعود كمان اضيف الى هذا ان انا اعدل للوائح مش بس اتمسك بتطبيقها لا ده انا بلغيها ده انا بعدلها عشان تقصر اجتهادات يا طرى لصالح مين يا طرى لصالح مين وتكون اندية خلاص نفدت من مقصلة التعديلات واندية اخرى تنتظر هذه المقصلة انا ده اللي اعتردت عليه ومن ثم لما تمسك بها عباء اللجنة المحترمون الذي يكن لهم كل احترام ونتبادل الحب والثقة هم ناس فعلا على قدر الثقة لما تمسكوا بعدم قبول الاستقالة ده شعور انا مقداره جدا ومحرج منه جدا يعني اذا كان حد بيقولك عد بقاع استقالة لوجود ضغوط لا ده الضغوط الوحيد اللي وعع عليها هي ضغوط المحبة من لجنة الكورة من لجنة المسابقات هذا ضغط نفسي انا محرج ان انا مش بتنازل امامه لاني اسباب استقالتي مازالت قائمة اللوائح عدلت هل عندي اللجنة استعداد ان تطرح دي اللوائح على جمعية العمومية اذا اقرت هيبقى على الاقل انتسنى لرغبة جمعية العمومية اذا لن تعود يبقى انا بستقيل اللي هو بتراجع عليه يعني لن تعود الا بهذا الطرح يا مش مهان هذا ليس شرطا انا بقول ان اسباب الاستقالة قائمة اه اذا كانت اتغيرت كنت فكرت لكن انا ما فيش خلاف بيني وبين الناس المحترنين جدا اللي الموجودين في لجنة المستبقات اللي اتمنى ان يظل قائما بيننا لان هذا موقف يخصني يخص ما اقتنع به وانا بعمل وفق قناعات فاذا كانت اسباب الاستقالة زالت كنت ترجع لكن الاسباب موجودة فالتمثب في حد ذاته يأسرني يضغط علي اه معنويا اخلاقيا وعاطفيا ولكن لا يثنيني عن قرار بشوانس عدلي يعني كل الشكر لك على صراحتك حابب تقول البشوانس حاجة